اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على متانة العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية القائمة على البعد التاريخي والمصالح المشتركة وأهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على مختلف الأصعدة خاصة العسكري والدفاعي منها بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين ونوها سموه بدور الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام العالمي جاء ذلك لدى لقاء سموه هذا اليوم في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل ومعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث رحب سموه بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس وأشهد بالتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة بما يعزز من أمنها واستقرارها وخلال اللقاء تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية اشتركوا في القناة